تحياتي لكل إخوتي الأهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمام مازالت تداعيات أزمة ليزر تحت الباط بتاع عبدالله جمعة وشلبي وكمان الحارس محمد صبحي أزمة كبيرة في السوشيال ميديا ولكن أصبحت مادة ساخرة في البرامج الرياضية من ضمنها برنامج شابانا شابانا كان مصريف عبدالجليل لعب النادي الأهلي الأسبق ولعب النادي الزمالك وعلق علم الذي حصل من جمعة ومن لعب النادي الزمالك الذي ذهبت في مركز ليزر لكي تشيل شعر جسمها كله بالقاتل قال دي قلت أدب ومسخرة ما ينفعش اللي حصل أن أنت تشيل شعر جسمك وقال دائم الحطاط وأن هذا هو نوع من أنواعها يعني عدم الرجولة والراجل انفعل على الهوى انفعل ليس لأنه هو حابب اللعبة دي أو حابب النادي الزمالك ولكن انفعل من بني جنسه من بني جلدته يعني دول مفروض رجالة فالراجل يبقى عنده شام الرجال شام الرجال دي بتبقى حاجات كتير من ضمنها الظواهر اللي بتبقى موجودة عند الراجل يعني فيه رجالة يعني الواحد فيه كلام ما بيحبش يقوله وفيه أمور يعني الواحد ما ينفعش ان يقولها لأن الواحد يعني المفروض يرتقي بنفسه ويرتقي بمستوى قناته عن الخروج عن النص ولكن اللي حضراتكم بتشوفوه ده باستمرار يعني اللعبة دي لسه طالعة من منشطات ومشكلة ومصيبة يدخله في ليزر يعني انت عشان توفر جلسة الليزر وانت فقير يعني هو عشان الدكتور أغراك وقال لك دعاية زي اللي بتحصل من النجوم بيعمله دعاية المراكز المعينة ممكن تطلع تقول كلمتين لكن ما قالش جايب جسمك وانت عريان وبتتصور وبيحط الليزر على جسمك علشان يشيل الشعر اللي في جسمك يعني عيب كراجل قبل ما تبقى لاعب مشهور لأن انت عليك سبوت وعليك جمهيرية بترقبك مش هطول عليكم في المقدمة بتاعتي تعالوا ونطلع ونسمع ونشوف عبد الجليل وهو بيهزة لعيب نايد الزمالك ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوة تدعمنا بلايك وشير الفيديو أول مرة تشوفني اول مرة تخشو قناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان من فتكشها الفيديو بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف عبد الجليل وهو بيمسح بيهم الارض ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا يلا بينا الناهج ده كويس جدا اللي هو ده خلي انتقادنا دايما للتقوين يعني مش لنا نخلص على الحد لا يعني خليل التقوين يعني ما خليل شي صح ده يا حسن صح؟ يعني خليل نقولها كده مش عالة مصطمة شالة بيه اللي عب احلق شالة بيهوك ايه يا كابتن؟ يا كابتن ده ما بقالوش يومين بيلعب كورة عب بقى يا جماعة يا جماعة اللي بيحصل ده ايه ده بليزر ايه واحلق ايه ده ايه ده ومتصوروا عامل لا يا جماعة ما بتزعجش مني لا دي مسخرة وعجبني للإدارة عليهم عقوبة تلتو بتألف جنيه بنرافع عليهم بس يا رب بتمش بقولك بقى له ومين بيلعب انا مش هفتنوش كورنان هو عبدالله جوامع التاني ايه مقصر لأ انا بقولك كراجج شارقي مش حيل ومقزز يعني انا انت رأيك ايه نطبا احنا بحكم يعني بس ما هو ورد اللعيب ماشي 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 حكم عادتنا وتقاريدنا بغض النظر عن ان انت بتنشر الصورة ده بحد ذاتها هي صورة مستفزة وبعدين في وقت الناس مش متقبلة انت الفريق في نتاية وحشة والناس دمها محروق والناس فريق احصل ايه والله لو وقت كتل عقل مصلعتي بالموضوع ده والت بتعمل حاجة بتستفز الناس اكتر بسلوك مستفز والمدينية كانت يعني اي حاجة زي كده الناس مش متقبلة للسلوك اللي زي كده واعتقد ان هم يعني هيعتذر مريفة للعيب انتين موظرنا زينا من الارياف لما الارياف زلوك الارياف غير الارياف الاركامتين الموضوع ده فيه الارياف وجر الارياف انا بفهمك راج الريف يعني ايه يعني يتربي على طبلية ابويا يعني عارف الصحة ايه والغلص ايه بس اقصد ان ممكن وارد يبا في الاعيب بيتداء من شعر من العراء كتير وبيتداء بيتفرد للوناس ده قصد ويعني ادارة ولازم اطلع انما عصد الليزة بيتعارفة انت بيتش شعر طول عمرك يعني اطلعش تاني حاجة جريبة جدا عشان فورمة الساحل فورمة الساحل عايزة شعر انا عارف بيعملوها ازاي الناس دي مبتفكرش في اللعب ولا الكورة قد ما بتفكر لا يعني مثلا بتوع كمال اكساب مثلا بيزيلوا الشعر اللي بيسموه والسماح طبعا بيستماحوا الكلام ده لانه فريرت بس مبيش بيش بالليزة بيعملوها لا يعني يا عجمة تعمل ازاي؟ ده قصد يعني فالموقف مش حاجة وانا ما عكبت اعجبين انه يدخل اجراء انه هو ينشر حاجة زي صورة اول حاجة اللي قطة ليكم مع عاداتنا وتقاليدنا الحاجة التانية انه هو سلوك مستفزل والجمهور في وقت اللي الناس يعني الجمهور يعني باعد متوتر ومضطرب وانت بتعمل اجراء ولسه تراجع مطش واحد هو الصاب بس تراجع من التأهيل بس يركز في التدريب يركز في التدريب لونه ايه مش عارف ايه بيبعد عن ملعب اكتر مثال باسم مرسي باسم مرسي ده في التجربة الاولى مع بريرة وانا شفته مرة كان باسم يعني ده حاجة حرام باسم يوصل به للحال ده بس الراجل في وقتها النهاردة يروح تطالع مثلا كان شعره لونه ايه شعره بكرة لونه ايه ده كان كل تركين باسم حتى انام لما قال لونه صار رفت تاني يوم طبعا رجعت بريرة عمل ايه تاني يوم رجعه تاني ممكن تتقبلها من لعب افريقي لكي احنا بطبعتنا مش متقبلين رجل شرقي كلنا عندنا عدد الشرقية ده كلنا عرياف اه كلنا عرياف ومن الاقليم بس وصلنا كلها كل المصبين ده مصطفى كمان صعيبي ياه وعبدالله سيناوي مصطفى صعيبي طيب عموما يعني برضه عشان كلامنا ايجابي عشان يبقى كلامنا ايجابي يعني ده ماخف يعني مفترض ما يكررش تاني اه بس فكرة السوشيال ميدي برضه لو اتكلمنا كالا سيد محمد باللعيبة طريقة اللعيب ان هو ما بيقدرش فيه فيه التزال عشان بيحس ان هو نفسه المأثر والجمهور هيواجه الجمهور فكانوا بيأكلوا روز بلاب عند حد من النفق ينهاري تعالي تعامل خلال زيو مش عارف خاصره هينو ياكات ليلى ماندي العلم ممكن تكون خرجت اواما كباتا طبعا الكبار يعني بيحاول يخرج من من عزميته النفسية فكانت العينا زمان فعلا لما يغسر ماتشا او يتعادل ياختاسي واحنا كان المنشدة الدارج في الوقت ده يقولك ايه يسعى لمصالح الجماهير يعني بعد وصله لحاجة انت بتسعى لمصالح الجماهير فاتا جمهورة غاضب وزعلان فاتا بحاولت تصالح له فيه ناس محتاجة مساعدات او مستشفاء مستشفاء ماروح ماشي واعرض واعرض عشان الناس تاخد تحتازي تحتازي بالكلام اه انما انا احتازي انا بشيل شعر انا احتازي بايه انا تقول لي مش عارفة تقولش اللقز يا راجل والبنات الرب مش عارب ها 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 طيب اخيب ان بوليتم فاستتروا ولكن لعيد الزمالك لا يستتروا لا بيفضحوا نفسهم بنفسهم كون ان اللعب يتجاهر ويتفخر ورفع باطه كده تحت باطه يا جماعة ده ربنا كرمنا وخلانا رجالة وعارف يعني ايه معنى رجالة ده الرجولة دي ليها مليون ومليون معنى طبعا الرجولة مش في الشعر بس لا في التصرفات وفي الاخلاق وفي الاسلوب وفي التعامل وفي الشخصية نفسها ولكن انت بتنزع عن نفسك يعني حاجة ربنا ادهالك عشان ايه وايه يا فاندن ايه الحلو ان تبص جسمك في المرأة تلاقي نفسك عمل زي الستات جسمك مفهوش شعر وده عمل تحتباطه وده عمل صدره وده عمل ضهره وده عمل فخاده وده عمل رجليه ايه ده يا عم يعني ده ربنا يعني بارك في الرجل المشعر يعني انت لما تبقى راجل كده وعلامات رجولة عارفين يا جماعة لما تبقى واحدة ست مثلا وتبص تلاقي ايه صوتها كده اجاش وصوتها كده فيه فيه بيز جامد بتقول ايه ده الستة دي مدكرة الستة دي يعني وتبص تلاقي مثلا واحد صوته مثلا او اسلوبه او حركاته او شكله ده الرجل ده متنسون عام زي النسوان فالرجولة دي من علامات يعني المفروض الرجل ما يزلهاش عن نفسه انت بتزيل عن نفسك شيء وحتى كمان مش مستحي ان انت تعمل كده في الخافة لا ده بتفضح نفسك بنفسك ورايح نشر الصور على السوشيال ميديا ومعتقد ان جماعة ندي الزمالك هتقولك مبروك الله عليك جماعة ندي الزمالك فيه شريحة كبيرة بيدفعه وجايبين لك احمد الشيخ وهو عامل اعلان عن الشعر وبيرش استريعه على شعره ده بيرش استريعه على شعره ومش راح يعمل ازالة شعر في بطنه وتحت بطاطو والكلام ده كله ولكن جماعة ندي الزمالك هي حره في لعبتها مرتضى منصوره وحره في لعبته ولكن فعلا البني ادم لما يبقى متربي تربية كويسة وعنده نوع من انواع الاحترام لنفسه قبل الاخرين ملوش علاقة النظافة الشخصية بالصور اللي حضراتكم مشوفتوها او بالاسلوب الرخيص ان انت تعمل دعاية عشان متدفعش فلوس هتدفع كم يعني ثلاث تلاف جنيه عشرة تلاف جنيه طيب اديك اتغرامت تربية ألف جنيه غير الفضيحة طبعا سيبك من تربية ألف جنيه لانه هم هيتشاروا العالج هتروح تعتذر لمرتضى احنا ياسفينه وبنعتذر لك نتمنى ان انت تشيل الغرامة يا رخشال خلاص اعبير تشيل الغرامة هو بينما بينكم مرتضى منصور ما بيوقعش عقوبة على حد يعني بيطلع يقول الغرامة وتاني يوم بيلغيها فده يعني ده هو بتعود على كده بتعود ان هو يقول الحاجة ويرجع فيها فده ده سمة من سماته لكن الفضيحة الفضيحة على التمنها كان والتقطيع تمنه كان فيه ناس بترتضي انها تتشتم انا بشوف بيجيني كومنتات سلبية على القناة عندنا من الزم الكوية بيجوا يشتمونا وفيه ناس بتجيب تنتمخش بالأدب والأخلاق وانا برد عليهم اللي بيتجاوز اكبرو عامل بلوكة على طول سواء هنا او هنا مش هفرح انا بشتمي لحد علشان انت فعلوا القناة لا يا حبيبي تولع القناة وتولع الصفحة لكن تتبقى كرامة البنيها ده فيه ناس بقى من هزز الرؤوس بتعادش تيما بالنسبالها ده كيف تتشتم من جماهير النادي الاهلي يلا هو ريتش عالي ويعلل القناة ويعلل الاكاونت بتاعه لكن انا لما بلاقي مثلا انتقاد او قلة ادب لكن الناس دي ارتضت انها تتشتم علشان خاطر توفع عشر تلاف جنيه ولا سبع تلاف جنيه ولا اي ان كان المبلغ ولكن يعني ربنا اكتر من فضايحكم يا زم الكوية انتو وكل منع هو على شكلتكم علشان اتظلم البن اللي بواقع على النادي الاهلي والعيب النادي الاهلي لفترة الاخيرة انت مش محتاج يا فندم ان انت تدور والدعب ازاي ما قلت في الفيديو الاولاني العيب النادي الزمالك ورئيس النادي الزمالك بيفضحوا نفسهم بنفسهم اسف جدا للاطالة ما تنساش اخويا حبيبي الاهلي وتدعمنا اللايك وشير الفيديو اول مرة تشوفنا اول مرة تخش قناتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما نفوت تكشير الفيديو بينزل على قناتنا القناة الاهلي وهي على اليوتيوب بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان معكم اخوكم هني الشرقاوي وسلام عليكم